مرحبا أم جوزيف أهلينا أبو فاكر دخلت شوفي بالحارة كأنه الحارة معجوقة أه ما بعرف حبيبتي شو بعرفني ممكن في شي ما انتبهت شلون ما في شي امبين في حركة مطبيعية بالحارة وروحة وجاية وزبادي محلاية حدا تخرج دخلاك؟ ولا حدا خطاب؟ ولا حدا تسرح من الجيش؟ وأه شو بعرفني مجوزيف عم تسألينك أني مختار الحارة لا مو مختار الحارة بس كنت برة إلا ما تكون سمعت شي طرتوشة من هون أو من هون نفهم منها شوفي لا ما سمعت شي مع أني موم صدقت أنك ما بتعرف بس مضطرة صدق لأنه ما في سبب بيخليك ما تحكي مافي شي ما بدي أحكي لتلك ما بعرف فيJon مو مشكلة هلا أناي بنزل وباسأل شوفي أم جوزيف وين بدك تنزل ومين بدك تسأل يعني؟ بدي أسأل بيت أم فارس لأنه المحلاية كانت فايتة لعندهم بل كي عندهم مناسبة وما بدهم يعزموا حدا من الحارة لا تحرجي يوم اي والله معقول اي بس بتعرف مو مشكلة ما بفوت بسأل 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 من بره لبره خلاص تم جوزيف كني وعدي أنا بحكي لك خلاص والله عرفت إنك بتعرف هات لنشوف شو لصة؟ بيت أبو فارس خطبوا بنتون مين؟ أنا وحدة؟ كل اللي عندهم بنتين خطبوا الكبيرة ايه؟ وليش ما كنت بدك تقلي؟ إلى أنه البنت عمرة 17 سنة والسنة الماضية وقت اتجوزت سلمة بن جارنة أبو سليم بهدلتيني بهدلي كأني أنا ولي أمرة ورضيت به الجوازة على قولة قاصر والعريس قد أبوها وما بصير وحقوق النساء ومدرشوا ايه فأخذت من قصيرة وسكدت ما قلت العريس قد أبوها بس كان أكبر منها بكتير بعدين تعلق لك ليك هما رجعت مطلقة وهي لسه ما صار عمرها 20 سنة بلى والله مسكيني وعلى إيده ولد كمان شعيف شلون بقى من وين بدك يعني اسكوت؟ أم جوزيف الله يوافقك لا تفضحين مع الجماعة وتروح تتخانقي معهم متل ما عملتي مع أم سليم يمكن عملوه على الهسي من خقن ومن لسانك ايه والله قبل ما يخافوا من لساني يخافوا على بناتهم بس هاي المرة ما رح روح أحكي هالمرة رح أفعل وليه شو بدك تعملي؟ رح تخربيلون لجوازي؟ رح أعمل يلي لازم ينعمل وشو اللي لازم ينعملي أبعدي؟ رح أعمل حملة على مستوى الحارة والحارات المجاورة للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات ورح أوزع منشورات توعوية على مخاطر هاي الظاهرة وإنت هالحملة؟ يوم العرس الله يعينن على هالليلة جوز كلامة ترجمة نانسي قنقر